اهلا بيكم احبائي الغاليين في حلقة جديدة من بنامج مدرب حياة مسيحية وإجابة لسؤال من أسئلتكم الجميلة الحلوة حالص السؤال بيقول ايه؟ انا بصلي كتير عشان حاجة معينة وربنا لا يستجيب اعمل ايه؟ انا بصلي عشان حاجة معينة وربنا لا يستجيب اعمل ايه؟ طيب الاول اعرف اصلي ازاي؟ واجيبلك معلومات من علوم التنبيه البشرية وبعدين نشوف استجابة ربنا الصلاة بيبقى ليها فايدة كبيرة جدا وقوية جدا للانسان وحياة الانسان لما بتبقى يصحبها مشاعر واحاسيس مش كلمات بتتقال انما بمشاعر واحاسيس عشان كده بنقول دايما قبل ما تقف تصلي ولو ديئتين ما تتكلمش في اي حاجة عشان تشعر في ديئتين دول انك هتتكلم مع ربنا ان بعد ديئتين هتتكلم واجه الواجه مع ربنا انت تقف قدام ربنا وتتكلم لما تتكلم بمشاعر واحاسيس وتطلب بربنا اللي قال كل ما تطلبونه في الصلاة ومنين تنالونه اسألوا تعطوا وطلبوا تجدوا جراه يفتح لكم ونقول الصلاة بتاعتنا بإيمان وبشاعر خد بالك انه بيقول ايه اسألوا تعطوا بقالش احلامه تعطوا اسألوا تعطوا يعني هو كل اللي انتوا عايزينه هيجبهولنا كل كل اللي احنا عايزينه ولكن ناخد بالنا شوية بس في حتة داي مهم جدا ان انا اصلي بإيمان وبمشاعر وبقى حاسيس دي نمرة واحد لكن انا لو صليت كتير 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 من غير مشاعر وبقى حاسيس مفيش روح للصلاة دي نمرة واحد دي نمرة اتنين ربنا دايما بيستجيب انما مش لازم يستجيب بالطريقة اللي انا عايزها زي ما كون انا بأمره وقوله بص انا عايز اشتغل الشغلان الفلانية محقق ليه الشغلانة دي اقول لها ربنا ما استجيبش لأ استجاب بس بحاجة تانية احسن ليه ومصلحتي فدايما في اي طلب ايا كان انت بتطلبه قل له بس يا رب اختار انت الصالح لان انا مش عارف الصالح ليه ايه فانت تشكر ربنا بعد اي حاجة تحصل سواء حققلك الامنية او محققهاش لانه لو حققها فده المصلحتك ولو محققهاش برضو المصلحتك احنا بقولون كل اشياء تعمل معا للخير للذين يحبون رب فربنا بيستجيب بطريقته هو طالما انا اديته المفتاح طالما اقلت له طالما انا اديته الدفع بتاعت حياتي لكن ما قدرش اقول اصوى ربنا ما استجابش لان انا طلبت منه المبلغ الفلاني ما جاليش لا انا مش من مصلحتي ان يكون معاي المبلغ ده دلوقتي مش من مصلحتي ان انا سافر للحتة الفلانية مش من مصلحتي ولا ربنا شال عني حاجات كتيرة يعني تصدقوني الموضوع ده مهم جدا يعني انا متعود الحمد لله للمسلم حد يقول لي مثلا فيه دورة تدريبية في المكان الفلاني ومجرد ما ينتهي النقاش بيني وبين الشخص ده سواء كان بالموافقة والرفض بشرق ربنا جدا جدا مفيش اي فرق في المشاعر بالتنين الموافقة لانه خير ليه جدا ولو رفض خير جدا ليه انا مش عارفه دلوقتي مش لازم اعرفه بعد سنة ولا اتنين انا معرفوش اخر لاخر العمر بس انا واسق انه للخير فربنا بيستجيب لكن مش بالطريقة اللي انت عايزها ما تدوش اوامر وتقول لي رب اه تستجيب يوبها تعمل لي حاجة فلانية تستجيب يوبها تعمل لي الشيء الفلاني تجاوزني فلانة او تجيب لي المشروع الفلاني او تصفرني حتة فلانية انت تستجيب بطرقةك انت بس تصلي بمشاعر واحاسيس وربنا دايما بيستجيب ولازم تأمن بكده شكرا جزيلا للأسئلة الجميلة اللي تعجبنا خالص خالص بنحييكم على الأسئلة الحلوة دي وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاي